مرحبا و اهلا و سهلا بكم في قناتنا سوبر لينكس بهذا الفيديو راح نكمل في قراءة كتاب تعلم حسبت الكن بلغة بايثون و جهاز الكومومي IBM Quantum Experience نحن نصعد بخوارزمية دايش جوزا و خوارزمية الالماني جوزا داود جوزا فبس في واحد معه شخص اخر اسمه جوزا هو يشتغل مع هاي الخوارزمية فعلاق بالقسم السابق نحن الخوارزمية الالماني خوارزمية داودج او امنت لنا او اعطتنا مثال عن كيف ممكن تصير الحوسبة كومومية اسرع من الحوسبة العادية الكلاسيكية مستعمال كيوبة واحدة هلاق هون خوارزمية دايش جوزا بتعطينا الشكل الاعم او التعميمه يعني من نحكي عن كيوبة واحدة منحكي عن قد ما يكون في كيوبة مش فارعه اوكي فهذا الشي ممكن يطبع على اكتر من كيوبة واحدة و أصلاً هو الخوار الرزمية تم اقتراحها من خلال دوت دايش و ريتشارد جوزا بسنة 92 مع التحسينات اللي قدمها ريتشارد كليب و أرتور إكيرت و في عنا شيارة مكتشيف فيلو و عندنا ميشيل موسكا أو موسا بسنة 1998 فالمسألة هي بضل نفس الشي لكن مثل ما إحنا حكينا في نهاية القسم السابق أنه المسألة هلأ يعني معمولة و موسعة لحتى سيتضمن أكثر من مجرد كيوبيت واحدة تمام؟ فأخوزميد دوت جوزا رح تشدل على عدد من الكيوبيتات بخطة واحدة بفرد ضربة و طبعا نحن رح نظلنا يعني نحكي عن يانس شو اسم الزيادة في السرعة كموميا نسبة للسرعة الكلاسيكية في الحساب مثل ما إحنا رح نشوف في القسم الفقر القادم طيب إذن رح نفهم شو هي المسألة تبعي دوت جوزا فهذا المثال نحنا رح نوسع المسألة تبعتنا لحتى يعني تصير تحكي عن تعدد الكيوبيتات فسابقا نحن حرفنا المسألة على الكيوبيت وحدة لحتى تحدد في ماذا كان الدال هي ثابتة أو متوازنة إذا هي كونستنت ولا بلانست كما يعني عندك هي معناها علاقة بين مجموعة ومجموعة هلا الكيوبيت لأنه هي ممكن تاخد صفر أو واحد فهي ممكن هي بتمثل مجموعة أرقام الصفر والواحد فنطلع مع بيلا عكيوبيت تانية صفر واحد كيوبيت اخراج طيب فإذا عندي عدد من الكيوبيتات شو بطلع معانا نركة فإذا كان كونستانت بتحط صفر إذا كان لي بتحط واحد كيوبيت بس إنتي قدما يكون عدد الكيوبيتات لأنه هون يعني عدد لكيوبيتات وهون بتحكي انه كل كيوبات ممكن تكون صفر او واحد فانت بتعمل ضرط دي كارتي من كل الكيوباتات لكنك عم تعمل ضرط دي كارتي للمجموعات اللي مألف من الصفر واحد فمثل ما انت بتشوف من المعادلة السابقة انه F هو بتكون constant اذا ال F دخل على X هون اذا دخل عليها شي قيمة X هي بتظل نفس الشي للجميع يعني بتكون F هي constant اذا بتكون نتيجة F تبع اكسي هي نفس الشي لكل الادخلات هذا يعني انه ال اكسي بتنتمي لادخلات يعني الضربة دي كارتي تبع المجموعات المجموعة صفر واحد مجموعة الاقام اللي بتحتوي على صفر واحد فقط فبكون عمل ضرط دي كارتي هون تمام كارتيجين بروضكت فا ولكن ال F العلاقة F بتكون أو ال function F وبتكون متوازنة بتكون balanced اذا النتيجة تبعيد F بتكون صفر فعشان حكيتم بالقلب على كلهن ليسترش هذا انشاء المشكلة كبيرة فا لنص الاولاني تبع اكس وبتكون F تبع اكس بيكون واحد لك النص الثاني تبع نص الثاني تبع نص الثاني تبع الاكس او او اكي فبثلا ازا احنا منحط العدد الكيبتات بيكونوا 2 لما نحط ال N هوني مثلا بتحطه 2 تمام في الادخالات تبعيتنا فازا صفر صفر واحد وهوني N بتحطه 2 هذا بيعطيك انه اربع احتمالات واربع ادخالات ممكن تدخلن على الدار الكومومية تبعتك لاحقا فهدول بطلع هوني الادخالات تمام طيب هلا بناء على هال احتمالات الاربع من الادخال لما تحط يعني الاكس تحط فيه هاي القيام اوكي فبناء على هاي القيام حتى نعمل دالة متوازنة نحن فينا نعمل انه الاعداد التبع شو اسمه اه يعني اه يعني من النتاج لو اخدنا نصن اوكي لايطلع اه صفر اوكي فا اه بيطلع بحيث انه لما تحط انت اه هيك اوكي اوكي لايعطوك صفر اوكي هذا اول نص والنص التاني بالاحتبالات بتكون هيك كبعا بتعطيك واحد انت بتعمل بلانس يعني انت شو هلا فاذا احنا كلنا حنحل هذا الشي كلاسيكيا فاحنا بحاجة عدد التجربات اللي ممكن نجربها يعني عدد الدخلات ممكن نجربها هي اثنين اس ان واحد وبعد نضيف عليها واحد للاس اوكي نتيجة الاس ضيف عليها واحد بلانس يعني عم نحكي عن هيل الحساب هذا انت بتدخل تجرب الحساب فضع الطريقة الكومومية تحسب لكها من اول مرة يجب ان تجربوا كلها كيف نولد هون عن توليد حل كومومي باستعمال خوارزمية دوش جوزة فمثل ما بخوارزمية دوش جوزة او مثل ما تصير بخوارزمية دوش خوارزمية دوش جوزة رح تطلب فقط يعني تعمل طلب واحد او تشغله مرة واحد تأكيد بتشغل هدول الخمسة الفة وعشرين تشغيلة بعدين بالدار الكومومية بعدها بس انت بتعمل مرة واحدة بتطلب هالطلب هذا يعني تعتبر انه الفة وعشرين تشغيلة تعتبر مطلبية واحدة فرح تطلب يعني تعمل طلبية واحدة حتى تحسب فيما اذا الدالة هي ثابتة او متوازنة بل حتى نولد الدار الكومومية تبعتنا حتى نكتب الكود تبع خوارزمية نحن رح نستعمل بعض من نفس المكونات اللي ما رأت في خوارزمية دوش خوارزمية للمانيا فخلينا نبدأ بإدخالات تبعيتنا اللي هي داخلة على الصندوق الاسود بتاعنا فاول اول رجستر معمولة للإدخال أوك يعني أول صندوق بتحتوي على كل كيبتات معمولة هذا وفيها عدد معين من البتات أوك وهاي البتات ننقلبهن لسترنج لجملة بالكتاب بالكود كلمة مقلفة مصفار واحد نعمل رأم رأم ثنائي يعني أوك صفر واحد صفر صفر واحد عشو هيك بتمثل إدخال أكس أكس كبيرة إحنا بنستعمل حرف أكس كبير هون بما إنه معظم الكتب بتحكي عن إزا بنحكي عن بت وحدة بنحط حرف صغير إزا بنحكي عن سلسة أحرف بنستعمل أو سلسة إدخالات مع بعض يعني بنستعمل حرف كبير فبصير هون لحال كمومية لبت وحدة هون حال كمومية هيك كبيرة لسلسة إدخالات وربعة وفي عنا الرجستر الثانية نحن في عنا الرجسترتين فالرجستر الثاني اللي مستعمل للإدخال هي بتحتوي على بت وحدة أكس بألف من بت وحدة يعني هاي مكان الزاكرة هذا بحتوي على بت وحدة بتمثل إدخال مثل قبل اللي هو مجهز على الحالة رقم واحد ف الحالة بتساوي واحد فالهي بتكون بشكل عام متعارف عليها بكلمة اسمها كيوبت هلا أنسلا معناها هاي كلمة باللاتينة معناها العبد تمام؟ هلا أنسلا أو أنشلا ما بعرف مهم انه هاد العبد طيب ثاني شي بعد من هذا الحكيه نحنا منعرف دالة تبعيت الأوراكل أو هذا الصندوق الأسود كيوبت مشابهة للي احنا عملناها بالقسم السابق أو بالفيديو السابق زيبت كنت أقوله ولكن الفرق هون إنه حالة الأكسس صغيرة حالة الكمومية الأكسس صغيرة هون بقى ما تكون هيك صارت هيك بمعنى كابتال أكسس صار لأنه فيها كذا كيوبت مولتي كيوبت امبوت ادخال مألف من عدد كيوبتات ماشي فهلا البلاك بوكس طبعا الأف اليو طبعا أف بصير محدد كما يلي هيك زيبنا بتحكي مع أكسس صغيرة لا سوف بتحكي مع أكسس كبيرة هيا يعني إذا برجع أنا سابقا للحل السابق كيف بيعرفها هيا بالرسمة شايف شو بيحكي هون أكسس صغيرة واي زور أف طبعا أكس اوكي ايا بصير واي زور أف طبعا أكس هلا لذلك هلا الاخراج طبعا أو نتيجة الحساب طبعتنا راح تكون مشابهة او راح تكون من نفس الطريقة النتيجة تعمل شو تربط يعني تربط مع مخرجين أكي فالأول هو بيشبه إدخال أكس كبير يعني أكس كبير هون سلسلة بالتالذة بتطلع سلسلة بالتالذة ما هي بس مع الأنسلة بتجي انت بتجيب شو ما نزلنا الأكس و بتعمل مع أو بتجيب الأف تبعوه و بتعمل اكزور مع واي تمام ماشي طيب فمتل ما عملنا سابقا نحنا راح نعمل عداد ل الكوبيت الكوبيت التاني هون واي رجستر تبعه لا تصير على الحالة كومومية واحد و اللي هي راح يكون لها نفس التأثير متل ما هي صافقة و رزمية دوش عبر مساعدتنا انه بيصنع الائجن فاليو ل الواي بتكون انه ناقص واحد قص الاف تبع اكس اوكي لان هاد تعرف هادو فكتور بالاخر هيك الواي تمام فبنعرف الائجن فاليو اللي هو يعني شو هو الشي اللي عمل الواي هادو اوكي بشي فكتور تاني تضرب فيه بيعطيك الواي تمام هلا بما انه نحنا اه يعني واي تأسيم فكتور تاني بدي يعطيك هاي القيمة فبتكون هي الائجن فاليو هاي القيمة نتيجة الاسمة تمام هلا بما انه نحنا عنا حرفنا المكونات تبعون الدارة خلينا نكتب الكود تبع على IBM QX تمام طيب انا رح يفتح هون فالي جديد نحن نكتب الـ Execute في الآخر زي كل مرة نحن نتأكد إزا نازل ولا لا بس 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 طيب فإزان أول شي هون عم بولك بس هون نفتح الكسكة نوتبوك زي ما عملنا من شوي عشان نعمل الدارة تبعتنا واحدة بواحدة حبة بحبة شافة شافة خلينا بالأول نعمل عداد للقيام الإدخال فنحن نبدأ بيدارة كومية إلى 2 كوبيت أو إدخالين الأول محطوط على سلسة بيتات X طبعا على أدى هدول الأكسات هون نعمل لهم كوبيتات بسلجستر بنزيد واحدة بعدين كوبيت في الآخر بستعمل للأنسلة فهو بدي استعمل هون 4 كوبيت إدخال وبعدين في واحدة أنسلة مثل الواي اللي هو بيعمل لأعداد على القيمة رقم واحد هي أصلا افتراضيا بتكون صفر بيحط قدامها ناطقيت بيقلبها بتصير واحد هيك بعمل التجهيز على السريع بعدين مندخل عليهم مندخل هدول الكوبيتات كلهم الخمسة لأنه بديك فيه عندك الأربعة وزاد الأنسلة بتمرقهم على هذا مقر حتى تعمل شيء زي سحب القرعة حتى تخلي العشوائية تشتغل فهذا الكود بننسخه طيب هم بس بدي نبح على شغلي إنه إمبوت كيوبيتس بتساوي أربعة وعندك الأنسلة تمام هلا كل الكوبيتات هذا التوطل تبعهم فبيعمل بيعمل من مجموعة واحد وأربعة بتلعوا خمسة وبيحدد عدد الكوبيتات فيها لهن الإمبوت هن أربعة ماشي هلا لما يستعمل هون رينج إمبوت كيوبيتس يعني حياخد صفر واحد اثنين وثلاثة الأربعة بتدخل لأنه العدد ببلش من الصفر هو هيك الفونكشن رينج بيعطيك بيعطيك سلسط الأبقام وبروح ضايف هدى مرضات عليهم تمام طبعا هون هاي دي إمبوت كيوبيتس هون 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 هو لأنه عساس هون يعني 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 هنا عساس خمس خمس كيوبيتات فهرسها الخامسة بتصير أربعة عشان هيك استعمل هذا بتغير هيك ضغري وعباها هون يعني على شو اسمو على قد ما في إمبوت كيوبيتس بتكبر بتصغر كيف يعني انت بالبرنامج عول عخر بس بتغير من إمبوت كيبتس لأنسل انسل سار هون وبيعمل هون بعملها اللي هي آخر واحدة اللي هي بتمثل أنسل له بتنحسب بيحسبها واحد هون كيف بحسبها واحد سبب الأكس هون لأن هي أصلا افترضية متلحكي لأنها تكون صفر ماشي فهيك انت بتحضر اي دارك وميه بالاول هاي اول خطوة في مطرحة فيها فوردوك مشان هيك هاي دي ازاحة كل هون مسفرين اللي فيه هون هاي دمارد اللي دخل فيها النط جيت الاكس حتصير واحد لانو اصلا صفر تنقلب لواحد بعدين طلع على هاي دمارد بعدين طلعها على هاي دمارد يعني بيحطه بالعشوائيه متل ما رح يعمل بالبقية هاي المقصود هزا الوقع الكومومي تابعنا هيكون لحد الخط البريير اللي محضوط هون الزيح جينا شو صار عن نهاية الزيح تانا هو هاي الصاي هاي اوكي اللي هي بتكون زيرو هلا هلا ما عرفت شو الابراتور هول بس على اقل انه هون في عندي واحد طيب شو الاشاره هاي بس على اقل فيها طيب هلا فإذا احنا منطبق بوابة هاي المقصود على المسألة السابة اوكي فهذا شو اسمه فلما منطبق البوابة هيك ها على المسألة السابقة فتتكسر وبتتوسع نحو التالي اوكي بتصير معك هيك ماشي لما تطبق لك هذه عساس هذا ما رضع الصفر هنا هذا ما رضع الواحد لما الواي هنا آخر كوبيت هي واحد عشانك حطه هذا ما رضع واحد فأنت هيك بتكون أخذ يعني هذا ما رضع رياضيان بتصيرت مرثلة في هذه الطريقة بل ترجع مطرح من أول معلمنا كيف تعمل السفر بوزيشن بل ترجع للفصل الخامس أو الفصل الرابع بل ترجع بل ترجع نزال شوي هيك هون رياضيان زيرو حالة الصفر حالة الواحد بتحطها دمارد بتصير عندك حالة الزائد بتصير هيك حالة الناص بتصير هيك تمام نزال شوي نزال شوي نزال شوي ب Ninja نزال شوي نزال شوي يسعى نزال شوي حالة سعى هون هي حالة الواحد مع هادي الشي زي الاسس هي بس المهم أنه انه في التكرار ماذا بس 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 فهذا ما ارد على الواحد لو نستعمل الكيوبة y هي كيوبة 4 المعمول لها x بسط كلها يعني المعادلتين عندنا هون تبعيت هاي وتبعيت هاي فبيعطيك هاي المعادل في النهائي تمام الثاني شي نحن رح نعمل الاراكل فونكشن او البلاك بوكس فونكشن السندوق الاسود تبعنا هالدالي لدارة تبعتنا مشابه لما كيف احنا عملنا عملناها بالفصل فيديو السابق قسم السابق عن خبر زمية ضايش لما حكينا عن خبر زمية ضايش طبعا نحن رح نستعمل نفس الاشياء هون ولكن هاي المرة رح يكون عنا كت اكس كبيري يعني عنا الرمز هون تبعا الاكس كبيري هادا تمام رمز المتجه او حالة حالكم امية اكس كبيري و اللي هي اكتر من بت وحده تمام فعا اا يعني الاكس كبيري كمتجه مع الاكس الصغيره بيكون شو هذا الايجن فالي تبعا طيب فقيمة تبعيت الاكس هون هي تمثيل بتات تبع جملة البتات اكس كبيرة من صفر او واحد نعم نحاولك شو هي الاكس اللي هون بتكون عن تحكي عن بت واحدة جاي من وين من لستة البتات المنازلة في الاكس كبيرة هلا خلينا مسلا نعمل انه الجملة الاكس كبيرة بتكون شو هي عشرة عشرة تمام وخلينا نحط البتات بوابات الهوية عنا مع مع الاخرين فانت كمان فيك مش بس اضيف اي جيت يعني لكن الهلا نحنا رح نضيف هدول فقط حتى نشوف او منسير بشكل بين شاف ان شاور على قيم 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 اللي جاي في هون يعني البت تبعيتهم صفر تمام قد انتي ما بتأسرع شيء بس عشان تحطهم تعرف ما دول اللي جاي فيهم صفر عرفت كيف طيب هلا اذا هاي هي الرسم تبعيتنا طبعا هون هتكون شو صفر لانو ايدنتيتي هاي هتنقلب وهاي اصلا صفر بتصير واحد هاي بتكون صفر هاي تصير واحد هلا نقلب وحطه بالعكس كيف بالدارة فو عشان عشان هو بس عشان يقولك مين هني اللي عمل هون شو اسمه مين عملهم بيت حولهم للبت واحد وبعدين نفس الوقت انو اللي ما حولهم بس كتب لك كتاب بالكود عشان حضا يينتبه انو اللي يجع عليهم ايدنتيتي هوا دول بعدا زي ما هني ما نقلب فيهم بس عشان تفهم لو تقرى الكود انو هدول ما ليش على ما حيتأثروا تمام تمام طيب هلا شو اسمه فرحنا حنعمال الصورة حتصير معنا هيك طبعا عوضا الثاني الشي رح نطبق الوسيط طبعنا او السندوق الاسود طبعنا فبهاي الحالة رح نعمل رح نعمل حتى تعملنا نتيجة متوازنة بالانست اوتوت يعني الفونكشن حيشتغل بالانست بحيث ان كل الادخلات رح تكون واحد وبعدين مع 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 صفر احتمالية لوجود صفار اوك فنحن بنعمل هذا الشي عبر اضافة بوابات سينات بحيث انه طرف التحكم من بوابات السينات طرف التحكم تبعها بكون مطبق او مربوط على كل كيوبت اوك وهدف التحكم يعني اذا شغلنا التحكم او يعني شي اللي حنتحكم فيه اوك فيما اذا دارت طرف التحكم او لا اوك هو اخر كيوبت نحن على قصد جيدة اوك 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 فلازت تطلع معانا هيك قبل ما شغلها ستطلع معانا هيك شغلها ستطلع معانا هيك هاي كل كيوبيت شو اسمو حسب شو طالع منها شو حالتها حاليا كل كيوبيت بتصير بتخلي انو شو اسمو يعني بتصير شوف اذا بده تشغل السينط ولا لا شوف اذا بده تقلب البت البت اربعة ولا لا هلا اه ها حسنا هلا من نعمل اعداد للبت للجملة البتات اللي هي راح تسكر اللي هي هتضب يعني تقفل على الدالي الوسيطة والسندوق يعني خلص هذا هو السندوق من هول هون اوكي فبهل حالة هتكون واحد صفر واحد صفر اوكي اه ندير بالك لاتكرر الكود تشغيل الكود كذا مرة ممكن ازا شغلتك ازا مرة ممكن اطلع هدول يتكرروا مع كتير بالك تمام تمام هلا نحن راح نطبق بوابات هدومات على كل الكوبتات مرة تانية هنعمل كمان على اللي تطلع نعمل سحبة جديدة يعني زي قرعة جديدة خير تنساش تعمل ازاحة هون تمام تطلع لنا رسمة ما شفتوها اياها فش فرق تمام 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 نحن نضيف اجلس القياس عشان نعرف شو تطلع معنا هكي نكون حضرنا الحسبة تبعيتنا اوكي هلا تاني شي شو منجل نعمل بطلع بطلع معنا انه لازم تطلع الرسمة النهائية تكون شبه هذا الحقيق تمام كل خطوة في حاطين بريز هاي وما تشوف خط بالرمادة اوكي يعني هاي مرحلة ورا مرحلة في الشغل بتاعنا اجبنا هادا ماردات اجبنا هادا ماردات اجبنا اوشي معطرح الكيوات حطينا حضرنا بالتاب تكون كل صفر اوكي حطينا قداما هادا مارد كل واحدة عشان تعطيني نوع من العشوائي تصير تعطيني بشكل عشوائي ارقام اوكي عشان اقلبها هاي لواحد بحطها شو بحط نطقة قدامها فبتصير من صفر تنقلب لواحد حط قدامها الاتش عشان تعطيني شو عشوائي تصير هي تنقيل لحالها صفر ولا واحد حسب شو يدخل تمام هلا هون عشان الادخلات هاي كمان لحال بد الجملة اللي تكون لداخلي هي عدة بتات وفيها العشرة عشرة هاي اوكي فإذا اول واحدة بدي طالما انا بدي اياها تبقى شو اسمو زي ما هي بحط لها ايدنتي مش اجبار تضيفها يعني الادنتي ما بتأثر بسيك عشان هو لما تقرى الكود تفهم عن شو بين حكا تمام وتعرف ان هون بعد هاي زي ما هي تاني كيوبت بدي يقلبها تمام لانه هو ما بده تكون شو اسمو عالها دمار بدي الشيها تكون قبل الها دمار كيف تكون بعد الها دمار كيف او بعدين هون تكون صفر على ما هي و هون تكون شو اه شوي ما بتصير واحد هون مق فيت تصير واحد ليش هون بسير اذا كانت واحد بسي صفر يعني بسير تنقلب بالعكس كنارة من تحت لفوق طيب هلا هون طيب هلا بما اننا احنا عملنا دلال كممية تبعيد دوس جوزو انا بس عم بفكر كنت ليش هكت استوقفت انا هفكر انه هون انت عندك حطيت هذا الموضل عاملت نوع من السحبة عاملت نوع من القرعة طيب هدول القام ممكن اطلعوا غير ما انت يطلعوا صفر واحد صفر واحد صفر اذا هاي بعد منها شما كانت لعزيما هي طيب ممكن هاي تطلع مثلا حتى الصفر خطة تعملها شويه تلاعي واحد وصفر واحد صفر اذا طلعت لواحد طلعت لهاي واحد طلعت لهاي واحد تلاعي واحدا اذا هون بتتسفر بده وطالت واحد بده تصفر بده اطلال واحد مصلا هيا افترض الحال ان انت بعيد كل الوحدة بالهدو مارده اكصار عم تراهم بالعكس اكصار صفر واحد صفر واحد طيب بس الحالات الاخرى ما بعرفها بس تجربهم كل اخر تشوف شو هدن تبدأ تمشي اكي على منشغل على المحاكي عنا على الكمبيوتر ها تنسى تزيح ايدي وهاي بتطلبه شايف كيف تصير مية بالمية الى مية لما يكون كلها يتون وحدات تمام اذا هاي هي الكود تمام المرة جاء بكمالة الحديث هون هو نفسه بس عم بشغله على جهاز حقيقي اوكي رح تلاحظ بعد تشغيل على جهاز الحقيقي في تشويش هون بطلع معاك هذا نقاله للكواد اللي احنا مربعات رمضية فوق رح تلاحظ انه انه اعد احتمال للوحدات اوكي رح شوفنا هيك بسير انت عملت تعملية تسريع رهيبة للكود او او الحل انك تلاقي اذا هو بلانس ولا لا وعندك بطات كتير او بطات كتير كتير عن رغم من التشويش الموجود هون لان هوا كل التشويش طبعا اعلى احتمال هو الهدف هو النتيجة يعني هو بالنسبة لهو النتيجة تمام ها بس برغم من هيك انت ما عم بتشوف اي فايد هيك اللي هم معنا بشغل مساء العالم الحقيقي يعني عرفت كيف بشكل تجاري مثلا فهذا بس عم بيعطيك كيف انه استعمال طبع صفر فوزيشن التراكب والانتاق المنت التشابك الكومومي ممكن يسرعوا بعض الدوال مقارنة لما تيجي تستعمل او تستعمل التشابك الكليسيكي يعني شو على الكمبيوتر عادي الكمبيوتر ترانزيستر فنحنا راح نوسع هالم المفهوم تبع الخوارزميات تبعنا لما سير نفوت في خوارزميات كومومية اكتر تعميما بالاخص ببرنشتاين بازيراني في القسم القادم ماشي طيب نحن نوقف هنا نحن نمع الفيديو الجديد لنقسم كل واحدة خوارزمية خوارزمية سيتقدروا ترون تسمعوه و تفهموه براحتكم اشتراك بالقناة و اخبار الفيديو